هدمت جرفات الاحتلال لمنزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال غربي رام الله المحتلة ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في أرجاء القرية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بعد خمسة جهور على اغتياله عاد الاحتلال لينتقم من الشهيد صالح البرغوثي بهدم بيته المجاور لبيت والديه في قرية كوبر شمال غربي رام الله محاولاً كسر عزيمة عائلة قدمت كل أفرادها فداء للوطن بداية باغتيال ابنهم صالح ومن ثم اعتقال شقيقه عاصم بعد شهر من ملاحقته بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عفرة رداً على اغتيال شقيقه صالح عقب ذلك اعتقال كل أفراد الأسرة ومن ثم هدم منزل ابنهم عاصم الشهر الماضي تم الساعة واحدة في الليل مداهمة القرية من قبل جيش الاحتلال كان معهم جرافة وباقر وكان معهم خمسين ألية تقريباً تم مداهمة البيت هنا وفي طبعاً لا في طريق ولا شيء هنا على البيت فجرافوا الأرض عن جارنا وطلعوا تم هدم بيت الشهيد صالح ابتسامة صالح هنا لم تغادر المكان تقابلها ابتسامة أم ثكلة فقدت آخر مكان خرج منه عيون أرهقتها سياسة الاحتلال بالعقاب الجماعي بحق العائلة هذا الاحتلال الذي تعمد تأجيل عملية الهدم إلى حين الإفراج عن عمر البرغوثي والد الشهيد صالح في محاولة لإعادة فتح جرحه من جديد لكن لسان حالي أبو عاصف يقول لن يهدموا عزيمتنا ابتسامة صالح الله يرضى عليه قهرتهم ابتسامة صالح وربنا شرفنا بصالح وعاصم اللي شفوا صدورة قوم مؤمنين فبالتالي إحنا لا نحب السجن ولا نحب أن تهدم بيوتنا ولكن لا نحب أن نبكى أسرى ولا نحب أن نكون بلا حرية نحب نكون بحرية مثل باقي الشعوب العالم فلسطين غالي وطن وشعب برضو تستحق التضحيات فبالتالي يهدوناش وإن عاقبونا جماعيا ولكن عندما يعاقبونا برضو أصالة شعبنا يتعوض على هذا العقاب الشهيد صالح البرغوثي الذي اغتالته قوة خاصة من جيش الاحتلال يوم الثاني عشر من كانون أول العام الماضي كرب قرية سردة شمال رامالله أثناء عودته للمنزل بزعم مشاركته بعملية إطلاق نار كرب مستوطنة عفرة المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رامالله والتي أدت لإصابة عشرة مستوطنين قبل أسبوع من اغتياله لرؤية من قرية كوبر شمال غرب رامالله المحتلة محمد حسين